أكد سعالة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن طلبة مملكة البحرين يحققون تقدما مستمرا في معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم المواكبة للتطورات العالمية وخاصة في المواد الأساسية نعم وذلك ما أثبتته النتائج المحرزة على الصعيد الدولي ومنها انتقال الأداء من المستوى المنخفض المتوسط إلى مستوى الأداء المتوسط العالي في دراسة التوجهة الدولية للرياضيات والعلوم تيمز والتي تشمل عددا من دول العالم المتقدمة مع حصول طلبة مملكة البحرين على المراكز الأولى عربيا فيها لدى افتتاحه معرض العلوم نبتكر لنرتقي أثنى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الجهود المبذولة من قبل الكوادر التربوية العاملة في الوزارة وفي جميع المدارس لتطوير مستوى الخدمات التعليمية والحرص على ربط المناهج النظرية بالتطبيقات والتجارب العملية المتصلة بمهارات القرن الحادي والعشرين وتخصصات المستقبل طلعت اليوم على عدد من الطالبات في المختبرات التي تم زيارتها وقد فرحت كثيرا بالجهد الذي بذل في تدريس في هذه المدرسة وبالتالي استخدام المختبرات بالصورة المشرفة وما وصل إليه طالبات من مستوى وستطاعوا أن ينقلون الخبرات الموجودة في الكتاب الدراسي إلى واقع من الموس في المختبرات وهذا هو الربط الذي نسعى إليه بأن نجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لمزيد من الانجازات والتطور في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذه الانجازات التي تشمل كافة الميدين بما فيها ميدان التعليم ونوه وزير التربية والتعليم بمساهمة التربويين والطلبة وأولياء الأمور في ضمان استدامة التعليم خلال جائحة كورونا كوفيد-19 والتي أثبتت قدرة مملكة البحرين على مواجهة التحديات تعمل وزارة التربية والتعليم على صاغ المهارات الطلبة في مختلف المجالات واليوم في مدرسة العهد الزاهر وجدنا بأن هناك نخبة من الطالبات القادرات على إبراز إمكاناتهم من خلال مختبرات العلوم المختلفة الفيزياء الكيمياء الأحياء حيث أثبتنا بأن ما هو موجود بالكتب يمكن تأطيره من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات والبرامج اليوم كان عندنا معرض العلوم السنوي بعنوان نبتكر لنرتقي شاركت فيه 43 طالبة ب43 تجربة افتراضية وحية هذه التجارب كلها كانت ترجمة للمواد الدراسية ليأخذونها الطالبات حيث يتم تحوي لها إلى تجارب عملية يستفيدون منها ويعززون من خبراتهم ومواهبهم باختلافها سواء في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الأحياء وكاني طالبة فيزياء أحببت أني أستغل هذه الفرصة وأشارك في مثل هذه المعارض التي تثري مواهبنا جميع زميلات عملوا وطبقوا مواهبهم وطبقوهم في الفيزياء اليوم حبيت أشارك في المعارض طريقة مختلفة شوي وهي أني أشارك بلغة الإشارة عشان نتواصل مع فئة الصم والبكم هم فئة مهمة جدا في المجتمع وضروري أن نعرف نتواصل معهم حتى في المجالات العلمية ومختلف المجالات ضروري جدا أن نشاركهم في المعلومات المقدمة في المعرض هذا وقد قام الوزير بجولة في أجنحة المعرض المقام في مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات استمع إلى شرح موسع من طالبات المدرسة حول تجاربهن المتصلة بمجالات العلوم حيث اطلع في جناح الفيزياء على توظيف التجارب في المجالات الحياتية إلى جانب جناح الأحياء الذي اجتمل على تجارب ربط هذا المجال بالتمكين الرقمي وجناح الكيمياء الذي تضمن عرضا للفنون والأحياء والمختبرات الافتراضية مع تقديم تجربة تعليم الجدول الدوري لفئة المكفوفين ترجمة نانسي قنقر